احنا كمواطنين طيب شو علينا شو علينا نعمل احنا ممكن نعمل عدة اشياء مثل ما بقول في روميا 13 لتخضع كل الصلاطين الصلاطين هي من الله فاحنا منصلي احبائي لاننا نؤمن بسيادة الله المطلقة الكاملة لانه فوق العالي عاليا يلاحظ والاعلى فوقهما الله له السيادة والسلطان المطلقة تبدأ الحاكم ده فاسد الشرير كيف الله سمح ما تخافش اترك الموضوع لالله انت اعمل دورك بشرط انك تطيع الله اكثر من الناس الكتاب بقول انزل الاقوياء المترفعين عن العروش ورفع المتضعين شيء تاني الحكام هم خدام الله عم بعملوا ارادة الله وعم بتمموا مشيئة الله وحتى وهم غير مدركين مش فاهمين كل القصة خلينا نصلي حتى الله يزودهم بالحكمة والاخلاق العالية حتى يحكموا بالعدل والانصاف يرفضوا الرشوة والنفاق والرياء يعيشوا باستقامة يرضوا الله اولا في حياتهم خلينا نصلي حتى يكون في توازن بين العادل والرحمة يعني انه ممكن يكون عادل بس بنفس الوقت يكون رحيم اذا الملك او الحاكم او الوالي او في السلطان ما عندوش رحمة كيف بيكون مجتمعنا اللي عايش بلا رحمة ومثل ما ذكرت انه كل حاكم يحوت نفسه برجال رجال الله رجال مستشارين حكماء صالحين صادقين رجال بيحبوا ونساء بيحبوا بلدهم بيحبوا وطنهم بيحبوا الناس وبيحبوا السلام والخير للجميع نصلي حتى رب يحفظهم من المال محبة المال يحفظهم من الزواج من اكثر من امرأة لانه الادل بالكتاب المقدس في ناس اتزوجت اكثر من زوجه والنتيجة دايما يعني زواج محطم ومشاكل ومآسة قل لي اي واحد في هالوجود نبي حاكم يتزوج اكثر من امرأة وكان سعيد لكن متشوف دائما خلافات ومشاكل بين النساء خلينا نصلي حتى ربنا يستخدم الحكام يحاربوا الفساد والرشوة والظلم الاجتماعي ويعطوا الحرية انه ناس تعيش بحرية الرأي والتعبير والاختيار تختار دينها ومش بس كمان وريد ان اقول شي اكتر يختار حتى لو اراد انه يغير اسمه بالهوية وحتى لو اراد انه يغير ديانته على الهوية طيب اذا انت دين الحق من اي خايف هو بالنهاية مش الله رح ينشر الحق اذا عندك هذا الامان ليه بتخاف ليه ممكن الناس تستخدم الترويع والترهيب والقتل والسيف في كل الامكانيات حتى يمنع ما تعلمناش من التاريخ انه كلما اطهدت المسحيين انت بتعطيهم اجمل واعظم بركة انه بستمروا يتكلموا عن الله اللي بيامنوا فيه عن الخلاص بيسوع المسيح اطهد مسيحه وشوف شو رح يصير بالمنطقة عندك رح تتغير لانه رح يصلي مشكلة المسحيني الراحة والرخاء واليوم مش عم بروحوا لعا كنيسة ولا على اجتماع مش عم بيقرؤ الكتاب المقدس مش عم بيصلوا انا بقول يعني بحزن في قلبي مش بروح ايداني صدقني انه لما بصل بقول انه 3 الى 5% اللي بيقرؤوا الكتاب المقدس نستغرب ليه المقاسة عم بتصير صدقوني لو كل مسيحة انا عاز اقول كل مسيحة بمصر كل مسيحة في لبنان كل مسيحة في سوريا كل مسيحة في السعودية كل مسيحة في الجزائر كل مسيحة في المغرب كل مسيحة في اي بلد في العالم صمموا انه يتواضعوا امام الله ويصلوا اعطي بس العالم سنة وحدة العالم كله بيصير مسيحة اشتركوا في القناة